بكرة الثلاثة هو معاد الافتتاح الرسمي لموسم الأمطار حيات الأرصاد الجوية مش هتعمل حفلة افتتاح ولا حاجة بس هي عاملة تحذير من أنه ارتفاع درجات الحرارة مبارح والنهاردة مش هيستمر والدنيا هتبرد من يوم الأربع الجاي لأنه درجات الحرارة هتنزل تلت درجات على الأقل يعني اللي بتدوا يتقلوا لبسهم شوية ما يفكروش يرجعوا يخففوا اللبسهم تاني هم يومين والأجواء الشتوية هتعلن عن نفسها على طول بصراحة ووضوح حيات الأرصاد الجوية بتقول كمان أنه فترة استقرار الجو هتنتهي من بكرة وهيكون فيه فرص أنه الأمطار تسقط وخصان على سواحل الشمالية على جنوب محافظة البحر الأحمر كمان الإحساس بالبرد هيزيد أكتر بالليل بسبب نشاط الرياح وأن الصبح خدوا بالكم هيكون فيه شوية شبورة وده هيأثر على مستويات الرؤية في الطرق وبالذات طبعا المناطق الزراعية درجات الحرارة بكرة في القاهرة الكبرى والواجه البحري والشمال الصعيد هتكون في حدود الستة وعشرين درجة على سواحل الشمالية هتبقى خمسة وعشرين درجة على جنوب سيناء تمانية وعشرين درجة على جنوب الصعيد أربعة وثلاثين درجة دي باختصار درجات الحرارة بتاعت بكرة لكن بعد بكرة زي ما قلت لكم هيكون فيه انخفاض متوقع في درجات الحرارة مع موسم الأمطار اللي بيفتتح رسميا بكرة والدعوة عامة وهتبقى لامة طيب النهاردة فيه خطوة جديدة لوزارة الزراعة هتساهم في نزول أسعار الفراخ والبيض أكتر وأكتر يا مسهل الوزارة أعلنت عن الإفراج عن شحنة جديدة من الأعلاف اللي موجودة في المواني الشحنة طبعا اللي كانت أفراجت عنها الوزارة الأسبوع اللي فات كانت عبارة عن 96 ألف طن أعلاف بما يقدر ب88 مليون دولار بكده بيوصل إجمالي شحنات الأعلاف اللي أفراجت عنها وزارة الزراعة خلال شهر تقريبا حوالي 756 ألف طن منها 532 ألف طن دورة و224 ألف طن فول سوية الوزارة قالت أنه الأعلاف دي وكل الشحنات ب370 مليون دولار طبعا الدورة وفول السوية هم أساس الأعلاف اللي بتستعملها المزارع مع إضافات على الأعلاف كمان طيب كل قرار بالإفراج عن الأعلاف بيعيد التوازن بصناعة الدواجن اللي كانت بتعاني الفترة اللي فاتت من أزمة اتسببت في رفع أسعار منتجتها طبعا صناعة الدواجن صناعة مهمة جدا بتنتج لنا كل سنة حوالي 1.4 مليار طائر من كل الأنواع فراخ بطر وز حمام ده غير حوالي 14 مليار بيضة في سنة الوحدة